أمر الله تبارك وتعالى أن يكون من هذه الأمة جماعة يدعونا إلى الخير والخير هو ما يحبه الله عز وجل ويرضاه وجماعة ينهون عن المنكر والشر وهو ما يكرهه الله ويأباه ففي هذه الآية دلالة على شعيرة هي من أعظم شعائر الله عز وجل وهي التي من أجلها خرجنا في مثل هذه الأمكنة ندعو الناس إلى عبادة الله عز وجل وحده وننهاهم عن عبادة غيره وندعو الناس إلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع ما جاء في الكتاب العزيز والسنة المطهرة فما خرجنا في هذا المكان إلا من باب قول الله عز وجل وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَمْرًا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهِيًا عَنِ الْمُنْكَرِ ذلك إذا ما وقفت في هذه الحلقة وأنت تستمع تجد الأمر بالمعروف وأعرف المعروف هو التوحيد والنهي عن المنكر وأنكر المنكرات هو الشرك لذلك تجد الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك في هذه الحلقة فنبين حق الله عز وجل الذي هو حقه سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل معاذا أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال قلت الله ورسوله أعلم قال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئاً حق الله عز وجل علينا جميعاً أن نعبده وأن لا نشرك به شيئاً فإذا ما أتينا بذلك وحققناه فحقنا على الله عز وجل وهو حق إنعام وتفضل قال وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً إذن قول الله عز وجل وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ هذا الأمر للوجوب هذا الأمر للوجوب وفي صحيح صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرى فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وهذا أيضاً أمر للوجوب فكل من رأى منكر لا يصح له أن يسكت عليه وأن نكون كما كان بني إسرائيل من قبلنا لما قال الله عز وجل فيهم لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا من بني إسرائيل على لسان عيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فذكر الله عز وجل سبب لعنتهم وأن هذا هو سبب لعناة الأمم أنهم يعصون الله عز وجل ويعتدون ثم بعد ذلك لا يتناهون عن منكر فعلوه فكان الواحد منهم يرى المنكر أمامه ويقول كما يقول عندنا الآن عند كثير من الناس إنت عليك بنفسك وكل شاءة معلّق من حصبته وأشبه هذه المقالات كل هؤلاء لم يفقهوا قول الله عز وجل لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لذلك لو ترك الناس أيزوا من المسلمين إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم صار يقول أنا علي بأنفسي وما عندي شغل بالناس فإن له نصيب من هذه الآية وليتق الله عز وجل أن يصيبه ما أصاب هؤلاء لُعِنُوا فَلَعَنَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلُّ لأنهم تركوا هذه الشعيرة العظيمة التي هي فرض وأصل من أصول الإسلام وأنت ترى الآن بين أظهرنا أعظم المنكرات وأكبرها على الإطلاق وأكبر جريمة عصي الله عز وجل بها على ظهر الأرض من آدم عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة وهي الشرك بالله سبحانه وتعالى الشرك الأكبر المتمثل في صرف العبادات لغير الله رب الأرض والسماوات والمتمثل كذلك في وصف المخلوق بصفات الخالق سبحانه وتعالى بل وغلوا وزادوا أشد من ذلك وأكبر أنهم أشركوا بالله عز وجل في الربوبية فاعتقدوا أن غير الله عز وجل يهب الذرية ويحيي الأموات وينزل المطر من السماء من السماء ما سمعت ذاك العاطل الذي يسمى بالخنجر أسأل الله تبارك وتعالى أن يهلكه وأن يريح منه البلاد والعباد قال في ناس بيد المطر على حسب الطلب عجبك عجبك ما عجبك أمشي أفتح لك بلاغ في الشرطة وزاد على ذلك قال نحن بندعو بشايخنا ومشايخنا بدون مطر أهائل فيك وهابي يقول لك ما تسأل الله بتسأل الله وبرضو ما بديك مطر مثل هذا مثل هذا هل يحكم له بإسلام قلد مسلم زال تزول بيقول كلام زيدا وأن يكون مسلم ويقول أنت إذا سألت الله الله ما بديك المطر وأن إحنا بنسأل شيخنا وشيخنا بدون مطر طبعا في ناس الآن اللي بكون ما سمع الكلام ده وما شافوا صورة وصات كن مستغرب إنه في مخلوق بيقول كلام زيدا نعم فيه أيوة في ناس بيقولوا كلام أشد من كده ذاته لكن هذا كله لتعلم أهمية الكلام في التوحيد وبيانه شاما ينطل لك واحد أخو مسلم واللصوف عاطل يقول لك أمة محمد بي خير صاح أمة محمد بي خير لكن برضو الشرك موجود يقول لك والناس كلهم على التوحيد والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا أخاف عليكم أن تشركوا بعدي يا هؤلاء النبي عليه الصلاة والسلام القائل لا أخاف عليكم أن تشركوا بعدي هو الذي قال عليه الصلاة والسلام لن تقوم الساعة حتى يلحق في آم أي معات من أمته بالمشركين وهو القائل عليه الصلاة والسلام لن تقوم الساعة حتى تطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة لن تقوم الساعة يعني القيامة مبتقي إلا بعد أن يلحق جماعة من هذه الأمة بالمشركين وقد رأيناهم وفي هذا علم من أعلام النبوة هذا فيه علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام حيث أخبر أن جماعات من أمته يلحقون بالمشركين وإلا زل بيقول لك أنت كان سألت على الله ما بدك لكننا بنزل شيخنا وشيخنا بدون دمى مشرك كان دمى مشرك كذي ورني المشرك منه تاني إن لم يكن هذا مشركا فلا نعلم على وجه الأرض مشرك أبدا إذا كان دمى مشرك تايبا المشرك منه دا أكفر من أبي جهل ومن أبي لهب ومن عقبة بن أبي معيط والوليد وغير من صناديد الكفر في زمان النبي عليه الصلاة والسلام شفت الكفار الذين قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام ما وصلوا إلى درجة من الكفر والشر كما وصل إليه أولاء الناس المشركين القاعدين في زمان نديل شركهم أشد من أبي جهل وأبي لهب ذاته لأن ربنا عز وجل ذكر في كتابه العظيم أن أولئك كانوا يعتقدون عقيدة جازمة أن المطر من عند الله عز وجل وأن الإحياء والإيماتة من عند الله عز وجل وأن الخلق والملك والتدبير كل ذلك لله وحده لا شريك له طيب آلهاتهم ديمالة كانوا يتخذونها وسائط وشفعاء تقربهم إلى الله عز وجل هذا هو شركهم انتقال شركهم كانوا يقولوا الأصنام اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى كانت تخلق وترزق وتحيي وتميت ما كانوا يعتقدون ذلك أبداً وإنما قالوا ما نعبدهم يعني اللات والعزة ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة فكانوا يتقربون بهم إلى الله عز وجل فعد رب العزة تبارك وتعالى هذا الفعل شركاً أن يتخذ وسائط بينهم أن يتخذوا وسائط بينهم وبينه كونهم يتخذوا هذه الوسائط بينهم وبين رب العزة تبارك وتعالى يعتبر هذا من الشرك فإذا فهمت هذه الحقيقة وتبين لك أن هؤلاء الذين يعتقدون في غير الله عز وجل من شيوخهم وهؤلاء لا أصلاً ما أوليه ولا شيوخ ذاته دا العبارة عن دراويش وأقول تحترك في طريق سير إلى الله عز وجل وهم عبارة عن مجرمين يحرفون الناس عن الصراط المستقيم ما عندهم علاقة أصلاً بالاستقامة ولا بالمنهج لكن هكذا شيخوهم واعتقدوا فيهم النفع والضر من دون الله عز وجل هؤلاء الذين يعتقدون فيهم قد وقعوا في الكفر والشرك كفتال كلام ذا كيف؟ وإشان ما في واحد يفهمنا غلط ويمشي من هنا يقول تكفيريين شوف نحن هنا نحكم على الأفعال والأقوال على الأفعال أنها أفعال شركية وإلا قل لي بربك ما حكم من يطوف حول ضريح ويتمسح بترابه ويدعو صاحبه الفعل دعوك مشنو في الشريعة هل في الشريعة في دليل يدل على إنك تمشي طفلك حول قبر بتاع إنسان ميت وتشيل من ترابه زوارة وتتمسح بالتراب وتدعو الميت كما يدعو هؤلاء الدراويش أبونا حسن وادحسون دارين الصرف وآتي كل سائل سؤله صورة وسط من قبة حسن وادحسون بل صورة وسط من قبة الشيء حسن وادحسون يدعونه من دون الله عز وجل يقول له آتي كل سائل سؤله يدك من وين يا مسكين ما عند لك حاجة ولا بدك إنما كل ما تطلب عند الله عز وجل ودعاه غير الله رب العالمين فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك وكفر شرك وكفر كونه يطلب من نسان ميت له تلتمية ولا أربعمية السنة يقول له آتي كل سائل سؤله ده حكم شنو في الشريعة هل في آية أو حديث يدل على إنك تمشي للصالحين يقول ما صالحينهم لكن هم بيقولوا صالحين قول صالحين طيب هم طبعا ما صالحين لكن قول صالحين ما شهيت لهم هل يجوز يعني عندك دليل في آية والحديث يقول لك تمشي تتمسح بأتراب تدعو من دون الله عز وجل وإن قول الله تبارك وتعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما سجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك ولا ينبئك مثل خبير هذه الآية نزلت في أمثال هؤلاء قل لك دي آية نزلت في المشركين الزمان لا لا صحي نزلت في المشركين لكنها تجر بذيلها وكل من ارتكب هذا الفعل الآية تنزيل فيه طوالي ما خاصة بالمشركين العبرة بعموم اللفظي لا بخصوص السبب العبرة في القرآن إنما تكون بعموم اللفظي لا بخصوص السبب يعني ما خاصة بالمشركين بس لا لا هي خاصة بالمشركين وأي زول يعمل زي المشركين الأوائل كونه يدعو من دون الله عز وجل هذه الآية نزلت في أمثال هؤلاء وربنا عز وجل قطع حجتهم ما عندهم أي حجة ربنا عز وجل قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولأن هؤلاء الدراويش بولد وأغبياء ولا يفهمون بيقول لك لا لا بيسمع ما بيسمع ما بيسمع ربنا عز وجل قال لك ولو سمعوا هو ما بيسمع لكن لو فرضنا إنه بيسمع ولو سمعوا ما سجابوا لكم ما بيتسجيب لك حتى لو سمع هو أصلا ما بيسمع لكن برضو لو سمع لن يستجيب ولو سمعوا ما سجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم فسماه الله رب العالمين شركا لتعلم أنه من أكبر الكبائر فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما دعا إلى التوحيد وتصفية العقيدة مما يشبها ونهى عن الشرك وذرائعه عليه الصلاة والسلام وهذا ديداننا في هذه الحلقات وغيرها لو رأي لك كلام غير داء في الحلقة دي أمشفو الطوال ما في كلامه إلا في التوحيد والشرك والسنة والبدعة وهكذا إن شاء الله عز وجل نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على ذلك إلى أن نلقاه إنه تبارك وتعالى جواد كريم